اهلا بكم متابعين قناة اسرار علمية معكم محمد في حلقة النهاردة ان شاء الله هنعمل السواريخ سواريخ رمضان من ادوات يعني بسيطة خالص ومن حاجات سهلة جدا وموجودة معنا اول حاجة بنعملها الجسم من خارجي بتاع الساروخ او الورقة اللي هي بتكون ملفوفة كده الورقة دي بتختار انت تكون ورقة بس قوية عندك شوية علشان تعمل منها الساروخ زي ده كده وبتيجي من هنا بتقفلها بتقفلها بنفس الطريقة دي كده دلوقتي بقى هنعمل الورقة دي ازاي او هنعمل يعني الساروخ ده ازاي بتحتاج ورقة مثلا زي دي كده ورقة تكون بس ايه قوية شوية وبتحتاج مثلا حاجة بلاستيك زي دي بتبدأ ان انت تلفها كده بتلف كده بنفس الشكل ده وبتيجي علشان تلزق دي بتحتاج غرة غرة زي ده كده ده غرة ابيض ممكن تلزق به الورقة زي ما انا عملت دي كده بتيجي بقى هنا للجزء اللي تحت ده بتحتاج جبس او غرة برضه الغرة ينفع والجبس ينفع بتقفل به اه اتجاه من الاتجاهين اللي هين فانا قفلت الاتجاه ده كده وبيتبقى عندك الاتجاه ده دلوقتي بقى الحاجة يعني المهمة اه هنحط ايه جوه هين دلوقتي اول حاجة بنحتاجها معنا هلبة كابريت والبرود وهقول تاني برضو البرود ده احنا عملناه هنا على القناة اه للناس اللي عاوزة تشوف البرود ده يتعامل ازاي هسيب لكم اه اه لينك حلقة البرود في اول كومنت تحت تحت الفيديو هنا ممكن تروح تشوفوك وتعرفوا البرود ده احنا عملناها ازاي دلوقتي بقى هنحتاج البرود وهنحتاج الكابريت وهنيجي على على الكابريت كده زي ما قلنا وتكلمنا في اكتر من فيديو ان احنا بنبدأ اه نبصل الراس بتاعة الكابريت عن عن الخشب شايفين بنفس الطريقة دي كده دلوقتي ده بقى شكل الكابريت بعد ما فضيته هنا ونعمته خالص خلته نعم خالص يعني اه دول تقريبا حوالي نص معلقة كابريت وده البرود اللي احنا عملناه احنا دلوقتي بس هنعمل ايه الخطوة اللي احنا هنعملها الخطوة اللي احنا هنعملها دلوقتي ان احنا هنرفع نسبة الكابريت في البرود فدلوقتي هنجيب معلقة معلقة برود وهنحطها هنا هنبدأ ان احنا نقلب الكابريت ده كده على البرود احنا بس بنحاول ان احنا ايه في البرود بتاعنا اللي احنا عملناه اه نرفع فيه نسبة الكابريت عشان دلوقتي زي ما شايفين الكابريت بقى باين اكتر في البروت. دلوقتي هو يعني قلبنا كده نخلنا الكابريت مع البروت. هتبدأ بقى ان انت ايه يعني تعبي بقى هنا كده باي حاجة بنفس الطريقة دي كده. اهم حاجة في الخطوة دي. اهم حاجة بقى في الخطوة ديت كده. اه ان انت ما تخليش في هنا جوة في جسم الساروخ من هنا فراغات. اه تحاول ان انت مسلا يعني ايه تكبس باي حاجة مسلا حاجة زي دي كده. بصوا كده. وهعمل بنفس الطريقة دي كده. بحيث ان انا اخلي البروت كله آآ مضغوط. يعني ما خليش آآ فيهم فراغات وكده. لأ اخلي البروت مضغوط علشان الساروخ ده يفرقع معنا يعني ايه? ويبقى الساروخ بطريقة ناجحة. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد معبيت الساروخ ده كله بالبروت كده. وفضلت برضو ان انا ايه? اكبس في البروت بحيث ان ما يكونش فيه اي فراغات آآ جوه هنا. ما بنبلاش بقى الساروخ للاخر يعني بنسيب فيه حوالي يعني آآ شواء صغيرين جدا يعني كده. مش عارف بس هي واضحة في الكاميرا ولا لا? شايفين يعني ايه? شوية صغيرين بس كده من فوق نسيبهم في الساروخ. وهنحط الساروخ دلوقتي على جنب. آآ دلوقتي بقى هنحتاج آآ شوية كابريت كمان آآ زي دول كده. وهنحتاج آآ مية آآ بصوا انا ما بفضلش يعني المية في الحاجات اللي زي دي. انا بفضل الكحول. ولكن لو مش موجود كحول بقى هتستخدم مية وخلاص. بصوا يعني هنحط ايه? تقريبا نقطتين كده. نقطتين مية بس كده زي دول. وهنبدأ ان احنا ايه? نقلبهم في بعض كده. شايفين بنفس الطريقة دي كده? شايفين الكابريت بقى زي العجينة كده. وهنجيب الساروخ اللي احنا عملناه. وهنبدأ ان احنا ايه? نحط كده آآ الكابريت. علشان نقفل بيه الساروخ من فوق. وفي النهاية بيكون ده شكل الساروخ. شايفين بعد ما حطناه الكابريت? ده بيكون الشكل بتاعه. آآ بنسيب بقى الساروخ ده كده لحد ما ينشف خالص. آآ لحد الكابريت اللي عليه ده ما ينشف خالص وبعد كده هنرجع نجربه مع بعض. ودلوقتي ده شكل الساروخ بعد ما نشف. يعني سبته بس المدة آآ تقريبا عشر دقايق. لحد ما الكابريت اللي فوق ده نشف. دلوقتي بقى هنولع الساروخ وهنرميه هنا وهنشوف آآ ازا كان هيفرقع ولا لا. اشتركوا في القناة دلوقتي كده ان التجربة نجحت جدا يعني. آآ انتو شفتوا اهوت دلوقتي فرقع. اتمنى تكون سمعتوا الصوت لان الصوت بجد آآ خرم وداني. وحتى بصوا تحت هناك خالص اهوت ال الورق الابيض اللي احنا كنا لفينه فيه. آآ يعني اتقطع خالص. وشايفين العلامات اللي هناك دي. آآ دي العلامات اللي هي بتاعة الدخان وكده. كان مفارقع يعني وكده. وآآ بكده اكون خلصت حلقة النهاردة واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة